وفي مجال البحث والاستكشاف تم طرح أربع مزايدات عالمية على منصة بابة مصر الاستكشاف والإنتاج الرقمية منذ إطلاقها في 2021 ومن المخطط طرح تلات مزايدات عالمية خلال العام الجاري كما تم وضع خطة طموحة مع شركائنا العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعا وفي إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليم للطاقة نجح قطاع البترول خلال الثماني سنوات الماضية في تطوير بنياته التحتية من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال نقلات البتجاز إضافة 79 مستودع لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية إضافة خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز وفي مجال تكرير البترول تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بافتتاح السيد الرئيس لثلاثة مشروعات كبرت منها وفي إطار تعزيز استراتيجية قطاع البترول للتحول الرقمي تم تنفيذ عدد من مشروعات الأنظمة الرقمية التي ساهمت في رفع كفاءة العملية التشغيلية